هنتكلم على كل التفاصيل، هنتكلم على التكوين، وعلى الألوان وعلى كل حاجة فأنا لما شفت اللوحة بتاعتك حسيت أني رايحة كله للألوان الدفية الألوان الدفية أنت كان عصدك منها ده للصداقة أكتر ولا أنت كنت عايزة اللي يشوف اللوحة يحس أنه مرتح لها؟ مرتح لها وكنت عايزة عايزها تبقى واضحة يعني أنا عايزة الألوان بتاعتي تكون قوية تكون واضحة اللي يشوفها يتشد تبقى شدة العين يعني تبقى لفت النظر والنهاية تبقى يعني أنا مثلا مستخدمة اللون الأخضر هتلاقييني مستخدمها في الباجدروند كتير اللون الأخضر ده أنا كنت عايزة أطلع به الطاقة الإيجابية الأحمر والأخضر هم من أكتر الألوان اللي بتدي طاقة إيجابية علشان ده لون البحر ولون السماء والأخضر لون الزرع فالألوان دي بتدي طاقة إيجابية فأنا كنت مستخدمة وستخدمة الأزرق كتير ومستخدمة الأخضر كتير ده بسبب إن أنا عايزة أدي طاقة إيجابية من المشروع بتاعي ده طبعا عشان إحنا صحاب وكنت عايزة أبين ده قوي طيب أنت أنت وصحابك ما شاء الله عشرين سنة صحاب مترابين مع بعض لأن أنت سنك صغير أصلا في عشرين سنة صحاب دي بتتقال على السنة أنا عندي 24 سنة من وانا عندي 24 سنين هم معي ما شاء الله طيب عايزة أعرف هم ساعدوك أنتو عملتو زي تيم تقريبا علشان تعرفي تطلعي اللوحة خلينا نتكلم قبل مساعدتهم ليك نتكلم عن الفكرة بدأت معاك إزاي هل أنت كنت بتابع الفيلم مثلا فحسيت أنه هو ده هي دي فكرتي أحلى لقيت طبعا من أجمل الأفلام من أجمل الأفلام سنة الفكرة جات لي وأنا كنت في الأول عندي أفكار كتيرة أنا كنت بفكر في كذا حال فاللي خلاني أوصل للفكرة بتاعت صحابي بالذات أنه أنا في الفترة دي كنت مشغولة قوي بالأفكار اللي عندي ما كنتش عارفة أعمل إيه هم كانوا طول الوقت بيكلموني ها فكرتي فكرتي وصلتي لإيه بقى هتعملي إيه في مشروع التخرج كانوا طول الوقت هتفيهم معيك في كلية؟ لا محدش فيهم معي دول صحابي من المدرسة وأختي هي معي بقى من دي أختي بس فابتديت بقى أن أنا أقول طب هو ليه ما يبقاش هم أصلا القنصب بتاع اللوحة فكرتي فيه قبل كده يعني قبل ما تجيلك الفكرة دي فكرتي في إيه؟ كنت عايزة وكان ده أكتر دي كانت أكتر فكرة مسيطرة علي كنت عايزة أعمل مامتي وجدي علاقتهم ببعض كانت علاقة قوية جدا كانت دي مؤثرة أصلا فيها طول حياتي يعني علاقة ماما بجده كانت علاقتهم قوية قوي ببعض وكانوا قريبين لبعض وكان عندي سور قديمة ليهم هي كنت عايزة أعمل المشروع بتاعي كون حاجة كده اللي هو فانتج كده اللي هو حاجة قديمة شوية اللي هو بقى الألوان بتاعته حتى تحسسك بالدفع بتاع زمان وممكن تبقي محسنة إن الصورة نفسها قديمة إنها صورة متصورة قديمة بالضبط ما هو ده اللي أنا كنت عايزة أوصله إن الحاجة تكون هي فيها الدفع بتاع زمان والصور بتاع زمان اللي هي كانت بتبقى بلورد شوية كده كنت عايزة أعمل ده ده كان في دماغي قوي قبل ما وصل للفكرة بتاعت صحابي فلما بقى كنت أفكر كان وصلت بقى لما مع مني كلمويني طب هيا وصلتي لإيه هتعملي إيه فقلت طب هما ليه ما يبقوش هما أصلا الفكرة بتاعت المشروع